الآية موضوعة البحث طيب الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الصادقين الآن السؤال أبو بكر وعمر من الصادقين أم ليسوا من الصادقين أبو عاشب عديد أبو سلطان أبو سلطان أنا عندي أريد مداخلة هو أبو سلطان على الفخر الرازي هو على الفخر الرازي على الفخر الرازي هو أنت بهذه الآية القرآنية الكريمة لا أبو سلطان لا صارخ لا صارخ يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون طيب هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا هل عمر من الذين ارتابوا أم لم يرتابوا لم يرتابوا جميل جدا أنا رايح أدوبك أنا رايح أجابك في كل سلطان سيد مرسل أبو عاشب من بعض إزمن يا رجل من ذلك اللي تصل أمتصر لقال الحلقة الخوية والصادقة هم المعصومون وإذا اتبع أحد التابعون من الشيعة أنا أنا لأحبك المعصومين المعصومين هذا هذا وياي هذا خليه هاي وياي سيدنا هذا أنا حراغة يا رجل يا رجل المحصومين 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 يا رجل سيدني خلي أكمل يا مع المحصومين وانت استلمش أيب أبو سلطان انت تأخذ بقول الرازي لما أبطل قول الشيعة أنه لابد أن يكون معصوم في كل زمان أبطل هذا القول هل كونوا مع الصادقين مع عدواتهم أو مع أقوالهم إذن لا يجب أن يكونوا موجودين في كل زمان إذن في أقوالهم هل رسول الله موجود اليوم لكن أقوالهم أقوالهم هو موجود السلم هو موجوده إذن قول الرازي أنه إجماع الأمة هي المعصومة لأنه لا يوجد معصوم قول باطل إذن قوله الأول مع المعصوم هو هذا الصحيح لأنه نحن لا نقول أنه يكون معه ما هو بالذات يكون معه في أقواله وأتماعي لسيرته أنت أبو كريم تصور بسلطان في همان أنا حقر قول الرازي أخواني العزر أسمعه ماذا يقول أسمع أبو كريم أنا حقر قول الرازي أسمع قوله لما لا يجوز أن يكون المراد في كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان قلنا نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان إلا أن نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة وأنتم تقولون ذلك المعصوم واحد منهم فنقول هذا الثاني باطل أبطل هذا القول مالتنا لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما بأن ذلك الصادق من هو ألا لا الجاهل بأنه من هو فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق وأنه لا يجوز لكننا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة والعلم بأنه لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضرورة فذبت قوله كونوا مع الصادقين ليس أمرا بالكون مع شخص معين ولما بطلة هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة شووا شون السدلال باطل يعني الرازي يقول أجماع الأمة معصومة أسمعني خلي يكمل لضربك ضربه والله حلوة يعني الله تعالى يقول لنا يا مسلمين يا مؤمنين كونوا مع الأمة الصادقة يا أمة صادقة كونوا مع الأمة الصادقة هذا قول باطل كون الله تعالى أمر نكون مع الصادقين والأمة هي كلها صادقة يلا أكمل كلاما راضي أكمل كلاما راضي يلا أكمل كلاما هو هذا بعد هو هذا أصطل يا أبو عاشب أول الشيعة لأنك المحظور موجود صح ولا لا نقطة نظام يا أبو عاشب توقف 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 يا أبو عاشب توقف نقطة نظام نقطة نظام يا رجل نقطة نظام أصبر يا رجل أصبر يا رجل يا رجل يا رجل يا أخوان يا أخوان يا أبو سلطان صوتك مزعي أنا مو عليك أنا أبو سلطان الحوار مع أبو سلطان هو أقر بقول الرازي الآن أقرنا قول الرازي لأن الكون مع المعصوم بأقواله وسيرته وليس مع ذاته الرازي أخذ مع كوني مع ذاته أكمل سلامه طيب مو أنت أنت مو الحوار هو ليس معك الحوار مع أبو سلطان يلا يلا أكمل سلامه يا أبو كريم عندما قال أقر إيمان الشيعة بقول يا خليفة المسلمين عند الله الشيعة لا 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 أحنا علينا أنه الرازي أبطل كون المعصوم أبو سلطان الرازي أبطل قول الشيعة أنه لابد أن يكون معصوم في كل زمان ولا يوجد معصوم فالإجماع الأمة معصومة هذا قول هياتنا في الشاشة هذا قول الرازي هذا قول الرازي حج على الروافض صح هو يرد عليكم الرازي يقول وهذه الآية مما يراه الروافض في عصمة أئمتهم هو حذف هذا الكلام الرازي الرازي لا يقول بالعصمة لا الرازي يعتبر جميع الأمة معصومة إلى هذه الآية الرازي قال أن كل الأمة معصومة ذلك المعصومة هم مجموع الأمة هذا قوله يا أبو بالشاشة حج واحد الرازي الرازي يتكلم عن آية يا أيها الذين تآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا لا 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 نتكلم في آية الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين هذا تفسير الرازي قال قوله لماذا لا يجد أن يكون المراد وكون الأمة مع المعصوم الموجود في كل زمان قلنا نحن نحن ربي اسمع يا أقل سعى الشاشة موجود قلنا في كل زمان نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان هو يعترف إلا أن نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة وأنتم تقولون ذلك المعصوم واحد منهم فنقول هذا قوله الرازي الآن هذا الثاني باطل يعني قول الشيعة باطل لأنه تعالى أوجب على كل مؤمن من المؤمنين أن يكون مع الصادقين وأن ما يمكنه ذلك لو كان عالما بأن ذلك الصادق من هو إلا الجاهل بأنه من هو فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق وأنه لا يجوز لكن لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة والعلم بأن لا نعلم بهذا الإنسان حاصل بالضرورة فثبت قوله أن يكون مع الصادقين ليس أمرا بالكون معه شخص معين ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الإجماع إلا ذلك المسألة الثانية غير كلا الآن الرازي يقول أن عدم وجود المعقوم إذن سؤالي لكم أنت هذا هل هل كونوا مع الصادقين مع ذواتهم أم مع أقوالهم وسيرتهم دقيقة دقيقة أخي تليش تقاطل اسمع سؤالي هل هل الآية تكون وكونوا مع الصادقين مع ذواتهم بشخصهم أم مع أقوالهم ومع سيرتهم عاش جابه واستدرك بالقراءة تفضل جابه نعم في أقوالهم في أقوالهم إذن إذن الرازي أخطأ هنا يقول يجب أن يكون موجود في كل زمن ها إذن هذا قول الرازي باطل يعني إحنا عندما نقول أنه كونوا مع النبي هل النبي موجود هل كونوا مع أبي بكر هل أبو بكر موجود لا أبو بكر موجود لا أبو بكر إذن كيف تكون إجماع الأمة معصومة إذن الله تعالى يقول يا أمة محمد كونوا مع الصادقين أمة محمد هل شو أنت فهمها إحسنت أنا أرد عليك ماذا كلام الرازي واضح المشكلة أن أبا كريم يقرأ كلام الرازي ويفسره على هوا يا كلام الرازي ما فسرته على هوا هو نفس كلامه لا تبتر ما بترت هذا قول الرازي عشقاش لا تأتي إلى الشيء الذي يؤيد بدعتك طيب أنت أقرأ كلام الرازي وقل لي أين أنا بترت اتفضل ماذا تترك الكلام الباقي الذي أورده أتفضل قل لي وين أنا بترت كلام الرازي اتفضل طيب إسمع قال الرازي في الصفحة 146 وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد زيان ففي غاية البعد ثم ذكر وجوها الكلام الأطول أنا ما بغد هاي لحظة 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 وين نبقى هاي أي آية أي آية أطيع الله وأطيع رسوله أول أمريك لا توين هاي الكلام في آية يا الذين آملوا اتق الله وكونوا مع الصادقين تعال أنت التمتيه أنت تاجر روح أنت تاجر تلامه يا رب العائش كونوا مع الصادقين أنت شون تتأمني بالبتر وأنت تقرأ في غير آية أجوال أراجي جواء في آية كونوا مع الصادقين أو في آية طاعة ولي الأمور هو يتكلم عن الرواق أجوال أضيح بلها دقيقة تفضل تفضل أجوال تفضل تفضل سلام عليكم أجوال أين قال البخاري فسبل عبد العباد أين قال البخاري فسبل عبد العباد الآن 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 أقرأ الآن أجوال السلام عليكم ورحمة الله أنا سأل عبد أنا رجعت للبخاري البخاري رواه في حدث مواضح طيب رجع لك رجع لك أسأل 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 متوصيب أنت وسلطان أنت وسلطان ما شاء الله ما أخذينا البث كله نحن بس تراتيف كده عافية أبغى أقوله أول شيء يفهم الحديث وقرى شرحه وهذا وبعدين جادل لا تجي تتكلم باسم أهل السنة وفهم أهل السنة وهذا الفهم منك أنت فهمك سقيم يعني حاجة وعد كم ألزمك بالزام ما قدر تخرج منه وبعدين تقول هذا فهم أهل السنة قول هذا فهمك أنت فهمي أنا أبو عائشة لما نتكلم لا يتكلم باسم أهل السنة يتكلم بفهم هو هو حر فيه هو يغلط هذا شيء الشيء الآخر أرجع لموضوع الحلقة إلا هو وكونوا مع أبو عبد الرحمن ماذا فهمت من كلام الراجي تفضل وليس أنت فهمت كلام الراجي تتكلم بالغاية أخرا ماذا فهمت من كلام الراجي طيب أنا اختصر لك أختصر لك ما فهمتم من كلام الراجي ما يقر إنه هو قرب العصمة لكن ليست على مدلول الشيعة أسمع لي يتكلم عن من الراجي يتكلم عن من أبو عائشة طيب آية أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أليس كذلك يتكلم عن من هو يتكلم عن من الآن لما يأتي يقول في كلام يعني لا لا كلامنا في آية الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين الآن الرازي يقول في هذا مجموع أمم عصومة مثل في آية أطيعوا الله يا والذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر منكم مع الصادقين هنا ما قرأت هل Kunden تقرأ هذا هو هذا أنا قرأت من آية يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا قول الرازي كلام الرازي كلام الرازي هي طلب العصمة ولكن ما يؤمن بالعصمة آه الأيثنا عشرية هو يؤمن بالعصمة للأمة كافة هذا باختصير لا لا بالعكس هو هذا كلام الرازي بالضبط يقول يقول قلنا نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان إلا أن نقول ذلك المعصوم هو مجيوح الأمة ليش تكتب الرازي؟ لا بد من عصمة والله يعني أن الأمة إذا اجتمعت ما تجتمع على ضلالة فويرا عصمة الأمة إذا اجتمع أي بشأن الأمة حاربت الإمام علي في الجمل والصفين وشأن ما اجتمعت على ضلالة؟ بنقيقة بنقيقة هذا اللي قلت لك قوة يا بو عايشن نعم نعم ولهذا يقال الأمة لا نجتمع على ضلال أبو عائشن أنت تجتمع أمتي على ضلالة؟ أبو عائشن أبو عائشن أنت طلبت الحديث في البخاري تقول ما وجدت الحديث خلو يكمل أبو عبد الرحمن والآن أظهر لك على الشاشة الحديث فضل أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الله يزيد في الله أنا أرجع لموضوع الحلقة اللي هو وكونوا مع الصادقين نعم نعم تكلمني حاجة وعد أنت عندك تأخير تفضل أقول لك تفضل صوتي مسموع 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 تفضل أنا أريد أن أرجع لموضوع الحلقة لا لا صوتك ما ينفع هكذا في تقطيع راح تشوف راح تشوف أبو عبد الرحمن وصادقونهم أصحاب المباحب إلا خنشوف المباحب لا صلي ما ينفع طيب أغير موضوع طيب أرحب بالشيخ عبد الرحمن أيضا شوف أبو عايش هذا كتاب البخاري افتح معي حديث رقم 400033 اسمعني أبو عايش النووي طيب أخواني هذا البخاري أمامكم على الشاشة وسضعه ليبي عايش أيضا على الشاشة صلوا على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين هذا الكتاب أمامكم على الشاشة أنا محمد وأنا محمد يقول هنا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب على الزوري قال أخبرنا أن عمر بن الخطاب إذا جاء وحاجبه يرفع إلى آخر هل لك في عثمان والزبير وسعدي ثم جاء قال هل لك في عباس وعلي يستاذنان قال نعم فلما دخلا شوف أخواني فلما دخلا من قال عباس شوف أخواني قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بني النظير فاستب علي والعباس أحسن طيب واقف 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 دطينما فاستب علي والعباس شنو يعني يعني هذا يسب هذا وهذا يسب هذا سؤالي هل هؤلاء هل اسمع عندما سب العباس علي هل كان كونوا مع الصادقين صروا يا ولا صر ضده فضل هم من الصادقين قطعا من الصادقين ما يقول يعني نحن صروا يا نسب على ابن ابي طالب لا يا رجل المقام يختلف هنا ما هو المقام مقام خصام مقام طلب قضاء ثم أبو عاشر يوميا أنا وياك مقام خصام يوميا أنا وياك مقام خصام وين الرحمة يعني أنا أنا رحيم أنا رحيم سب رحمة بينهم حتى ما حصل من فلان يعتدي عليهم رحمة بينهم هاي شو هاي شو الرحمة واحد رحيم يا بس شو الرحمة هاي الواحد رحيم يا لكن علوالد والدي لعنى على والدي يا ابن كذا يا ابن كذا يا رحمة نحن من الذين اتبعهم بإحسان يا ابو عاشر يا حبيبي بقيقة أليس الله عزه يعلم أن هذا سيحصل بين الصحابة من قتال وخلافات ويقول رحمة بينهم يعني شو الرحمة أنا ما أفهم ابو عاشر ابو عاشر أنا عاقل شلون أنا من يا ابو من الرحمة نعلى على والديك من الرحمة يا ابن كذا هذه كلها رحمة بالله عليكم أخوان تقبلون أم الرحمة ما سمى الصحابة رحمة ما سمىهم مذكورين في القرآن اسم صحابة يا أخي العاقل فين عقلك بعائشة ثم ثم إن تصرف البخاري في الرواية ليس من عندي هو انتبهوا يا أخوان انتبهوا البخاري أساند البخاري إلى ابن شهابي الزهري تختلف عن إسناد مسلم فالظاهر أن إسقاط هذه العبارة ليس من تصرف البخاري رحمة الله عليه وقدس الله روحه ونور الله وإنما من بعض رجال السند 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 يدلسون من بعض رجال السند قال قال الحافظ ابن حجر زاد في رواية عقيل وأنتم حين إذن وأقبل على علي وعبت عمان أن أبا بكر كذا وكذا وفي رواية الشعيب يا با ما في أمو يا أبا عائشة شيخنا النووي من تعالم أنا اللي ضايقني المشايخ اللي من أمثال أبو سلطان وأبو عائشة الآن مو نتكلم في لفظ كذا وكذا يا رجل يا أبا عائشة مو أنا صديقك إحنا ما نتكلم في التدليس في كذا وكذا وعدم التدليس نتكلم في صريح ما ورد في البخاري فاستب يعني علي عليه السلام يسب العباس والعباس يسب علي بن أبي طالب أنا سؤالي ما هو المقام لا واتهمه أنه ظالم حاجي وعد هاي الرواية نفسه وبين الظالم مبتكع على أريكته وسبه كان بينهم يعني كانت راح أكون ويسا يعني أقول لك يعني النبي يا شيخنا 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 النووي النووي النبي يعني أنت الموقف لحظة والله قال وكذا مني لغير اعتني بموقف لحظة الله سبحانه وتعالى اعتني بموقف اعتني بموقف أن العباس لك دولا صحابه ومستأنسوا وجاء وقال يا علي كذا وكذا ما حصل أبو عاش أبو عاش اختلفنا أكيد إن اختلف مثلا هو يحب يزيد أنا ما حب يزيد اختلفنا تشوفون أنا ويا عركة بس ما توصل إلى أنه يسب إخواني تدرون شنو السب السب هو الفحش من القول الفحش من القول يعني العباس قال العلي بن بي طالب يا ابن يعني الفحش ما أقدر أقول المشكلة أنا 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 ما أقدر مقام الخطومة يختلف في مقام آخر ولهذا ولهذا يجوذ لك يجوذ لك تغتاب خطمك عند الحاكم يجوذ لك بس تغتاب خطمك عند الحاكم لأني تغتاب خطأ ليس في ضحك أو في استراحة أو في مكان ما وإنما في مكان خصومة اقضي بيني اقضي بيني يعني قضاء قضاء خصومة تفضل تفضل أبو عايش أبو عايش أبو عايش أبو عايش اسمع أبو كرم أبو كرم اسمع تقسيم الكاميرا بمقاشر شهادة حق لله تقال على منبر حاج وعد والله وبالله وتالله لو جئت مع علماء الشيعة الأولون والآخرون والعلماء والأئمة تعالى أن يأتوا كتابا كصحيح البخاري سيحجزون وليسوا بقادري شهادة حق لا يكون كتاب وليسوا كتاب ما هو كتاب والله والشيخة ليثبت البخاري ككتاب والله نطق الشيطان على لسانك والله العظيم أقسموا بالله والله 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 البخاري هذا البخاري هذا ما هو اسمه يعني حتى الاسم الاسم تحدى يسمي هذا الاسم الصحيح الجامع وإذا لحظة لحظة أبخر لك البخاري لا لحظة أبخر لك البخاري لا لحظة رجل يحترم علمه لحظة أبو عاشد في الإنسان في الإنسان يوسف بأنه عالم الجامع الصحيح هذا الجامع الصحيح يا أخوان يا مشاهدين هذا الجامع الصحيح يقول شيء معين ما هو هذا الشيء المعين الذي يقوله الجامع الصحيح اسمه الجامع الصحيح الصحيح اشتركوا في القناة